شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كمتحدث رئيس في غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في البحرين بحضور رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين السيد قيس حاتم الزعبي وعدد من المسؤولين والمعنيين وتم خلال اللقاء استعرض عدد من الموضوعات والمشروعات القادمة بين البلدين الصديقين كما استعرض سعادة الوزير عددا من الموضوعات المهمة والحيوية والتي من بينها إيجابيات وطور العمل لمنطقة التجارة الحرة الأمريكية في البحرين استعرض النتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها سعادته إلى واشنطن والتي تم خلالها مناقشة واستعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين كما تم خلالها عرض ما قامت به مملكة البحرين في حملتها للتصدي للجائحة ودعم حكومة البحرين الموقرة في دعم جميع القطاعات وخصوصا الاقتصادية منها والانتقال إلى مرحلة التعافي بالإضافة إلى عرض مستجدات العمل في إطار اتفاقية تجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين مشيرا إلى ما تضمنته اتفاقية التجارة الحرة بعد مرور 15 عاما على الاتفاقية وهم تطورات التجارة الثنائية الحالية للسلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين وهم الفرص التي أوجدتها مذكرات التفاهم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك